دونالد رب تربطه مصالح مع المملكة العربية السعودية ما رح يفقد مصالحه عشان شخص سعودي ما يمثله اي اهمية اختلته السعودية لو ما كانت العملية الاغتيال اخذت حيز اعلامي كبير ما كان يتكلم في الموضوع اساسا بالنسبة للتصريحات السعودية مستحيل يعني ان الادارة السعودية تدين نفسها في الشي هذا ولكن الكل معلوم يعني انسان دخل القنصرية وما طلع من القنصرية وقال لك مات طيب يعني والراح اختفى فهذا الشي واضح للعلن كل هذا كل التصريحات اللي صدر من السعودية تصريحات كلها يعني ما احد يقبلها ولا حتى واحد غير متخصص في العلوم السياسية اطفال نفسهم لو متابعين القضية ما يقبلوا الكلام اللي طالع من الادارة السعودية الرسمية